حصل ايه؟ حصل في السبعينيات الغزو الوهابي اللي كسرت الثقافة المصرية اسمحولي اقول دغدغت الثقافة المصرية بيتمولة بقى ومنظمة ووراها بقى يعني سياسة على فلوس بالجنون على خوانة يعني تماما الناس اللي هم الطيرات الاسلامية اللي ما بتعتقدش ان مصر وطن بتعتقد ان مصر قطعة ارض وحصل تقريبا محولة لمسح الدماغ المصرية كادت ان تنجح خلال نصف قرن باهمال من الدولة بتجاهل من الدولة بتواطق من الدولة بخيابة من الدولة كل ده حصل واذا بينا مجتمعنا يتحاول الى مجتمع سلفي فعمل ايه فيك عمل في ايه كسر استقافة بتاع قوتك الاساسية اللي عندك فبقى عندك الناس بتتكلم عن الفن حلال والله حرام اصلي حجاب الفنانات اصلي حتزال الفنانات اصلي مش عارف ايه كلام فارغ رخص الثقافة ونزلها واصبح الحوار كله حوار سلفي وهابي ديني واصبح يطارد المفكرين ومثقفين وام عمل لك تكفيف وشوات وصحراء كده يعني بخلى ثقافة مصر وفنها صحراء او حاول كذلك طبعا فيه مقاومة عظيمة من فنانين ومثقفين ومبدعين ومكتاب وفضة الثقافة المصرية تقاوم وتواجه ويه بس كافراد وكمبدعين واستحملوا جمد اوي 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 وفيه ناس تم اختيالها وفيه ناس تم اختيالها بعنويا وكان فيه طابرون خامس هائل لضرب الثقافة والفن والتاريخ المصري وام جاي معا تشغالين عليك شو خبدقون دولة والارزقية اللي انتو بتشوفوهم على فكرة اصلوا الحضارة المصرية القديمة حضارة الفراعينة ويلحق الفراعينة الكفرة للوثنيين وامش عارف ايه عشان يكرهك ويسمملك تاريخك ويلحق الفن ده حرم وايه والمش عارفه والموسيقى ايه والايه وحالة التحريم والتجريم حتى علشان انت في فطرتك انت بتعملها بس ما جواك غصة جواك انزعاج من انك انت بتمارس الفن او بتقباله او بتصبعه او بتغنيه حتى الفنين المصريين تم ضربهم في الصميم عندنا جيل كده من اللي هو بيتفخر جهلا بتعبير السينما النظيفة ده كله جيل اللي تربى سلافيا سيقبل تصرفاته افكاره كلامه افلامه المرأة المفروض تقعد في البيت الراجل الحمش اللي المفروض يضرب المرأة البطل بتاعنا لازم يبقى السيدره عامل كده والجمة والبتاعه والذكوري والبنت اللي تقول اراءه افكار تبقى بنت ذكورية ولا مش عارف ايه الافكار دي كلها والدين واي حد يتكلم في الدين يبقى يعني محض جدل وتطاول حاجة يعني نجحوا نجحوا يعني مع كل المقاومات اللي حصلت ومع استنهاض مصر ما بعد 2014 في واجهة الطيار الديني او طيار الاسلام السياسي لا يزال هم مسيطرين لسه على مفاصل في الدولة الطيار الاسلام السياسي والسلفيين والسهولة السلفية اللي كلمت عنها كثيرا قبل كده ان الناس بتقول كلام سلفي وكلام اخواني رغم انهم بيدعوا انهم ضد الاخوان وجايز هم ضد الاخوان كجماعة انهم يقولوا نفس افكاره